في ضوء متابعة ما تم نشره من ادعاءات في بعض وسائل الاعلام بخصوص حالة المواطنة ابتسام الصائغ والمتورطة في قضية ارهابية منظورة حاليا امام القضاء استقبل سعادة السيد محمد راشد عبدالله الرماحي المفتش العام بجهاز الامن الوطني استقبل زوج المواطنة المذكورة بحضور سعادة السيد علي العرادي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وسعادة السيد خالد الشاعر عضو مجلس النواب استقبل سعادة السيد محمد راشد عبدالله الرماحي المفتش العام بجهاز الامن الوطني زوج المواطنة ابتسام الصائغ والمتورطة في قضية ارهابية منظورة حاليا امام القضاء وذلك للوقوف على ملابسات ما تم نشره والتحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة رغم انه لم يتم تقديم بلاغ في هذا الشأن منوها الى اختصاص مكتب المفتش العام بجهاز الامن الوطني في تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الاشخاص واجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى واشار المفتش العام بجهاز الامن الوطني خلال اللقاء الى ان مثل هذه المعاملات ان صحت فانها تخضع للمحاسبة الصارمة انطلاقا من التطبيق الحازم لمعايير شفافية ومبدأي الثواب والعقاب مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل ضمان امن وسلامة اصحاب الشكاوى واولياء امورهم والاشخاص الاخرين ذوي العلاقة بموضوع الشكوى واضاف ان لجهاز الامن الوطني الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي دعاءات يثبت عدم صحتها وان النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وعلى من يدعي امتلاكه لأي ادلة ان يتقدم بها اليها بدلا من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادتين ال364 و365 من قانون العقوبات والتين تنصان على عقوبة الحبس والغرامة اذا وقع القذف في حق موظف عام اثناء او بسبب تأديته وظيفته وشدد على انه انطلاقا من الصلاحيات القانونية ومسؤولية الرقابة والتدقيق المعمول بها فان جهاز الامن الوطني حريص على الالتزام بترسيخ العدالة وسيادة القانون واحترام معايير حقوق الانسان استنادا لما ورد في الدستور وكافة القوانين منوها الى ان دستور مملكة البحرين وقوانينها المعمول بها تمنع سوء المعاملة لأي شخص من جهته اشاد زوج المواطنة ابتسام الصايغ بهذه المبادرة من جانب جهاز الامن الوطني وحرصه على فحص كافة الشكاوى المقدمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها معبرا عن تقديره لما اوضحه المفتش العام خلال اللقاء وتأكيده على حماية الحقوق والمحاسبة على اي تجاوزات قد تحدث وابدى زوج المواطنة المذكورة انزعاجه الشديد مما ذهب اليه البعض من ادعاءات في بعض وسائل الاعلام مؤكدا ان مثل تلك الادعاءات لم تشر اليها زوجته ابدا خلال حديثها معه